طيب هنروح بقى مع حضراتكم للنادي الأهلي اللي بيستعد لمواجهة قوية أمام نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس المقبل في نهاي كأس مصر للعام المودي نهلش كل شوية هنفكر حضراتكم أنا شخصيا ابتداء من دلوقتي حنسى كل حاجة كل حاجة أنا حنسى لأنه أنا بحب النادي الأهلي مش أنا كل جمهور النادي الأهلي بيحب فريقه وبيحب شعار النادي الأهلي وبيحب لعبت النادي الأهلي ممكن في بعض الأوقات نكون قصين شوية في النقد ولكن في النهاية لا 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 يا علي معلول ارفع راسك فوق أنت أهلاوي ما ينفعش ألاقي علي معلول نزل التمرين بصص في الأرض لو عندك الصورة حطوها يا شباب ما ينفعش أشوف علي معلول هذا النجم الكبير أنا بتكلم على علي معلول تحديداً أنا تكلمت عنه مبارح وكلمت عنه النهاردة ما ينفعش نشوف علي معلول كجمهور النادي الأهلي نزل وشه في الأرض لا أنا عارف أن أنت قد تكون هاي الصورة دي لا يا علي ما ينفعش أنت علي معلول علي معلول اللي ساهم على مدار سنوات كثيرة جداً في بطولات كثيرة جداً للنادي الأهلي بص حضرتك الشكل اللي بيقوم بي علي أو شكل علي معلول شكل عمر السلية جنبه برضه لكن أنا بتكلم على علي معلول تحديدا لأن علي معلول ناله كثير جدا من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي يخد بال حضرتك من هذا الأمر فعلي اوعد بص للأرض يا علي ارفع راسك فوق انت أهلاوي ارفع راسك فوق انت أهلاوي انت علي معلول علي معلول ده يا ما جاب طلاط للنادي الأهلي ويا ما عمل أفراته ويا ما جاب أهداف يا جماعة مطش امبي مطش امبي في المنتدى الأخيرة دي هو مين اللي جاب اللجوان ومين اللي عمل اللجوان هو مش علي معلول ده ولا حد تاني هو مين اللي سجل الهدفين في اتنين واحد وعلي معلول اللي هو الباكليفت ولا حد تاني لا لا علي معلول أنا عارف ان انت زعلان وعارف ان انت متضايق ولكن صدقني كل جمهور النادي الأهلي النهاردة بيكلمني في التليفون بيقول لي يا كابتل إسلام قل للعلي معلول احنا في ظهرك كل جمهور النادي الأهلي مش هقول لك استيسنا كل جمهور النادي الأهلي بيقول هذا الكلام فيعلي ايه هتبص في الأرض مش علي لوحده أي حد شناوي محمد مجدي قفشة محمد شريف كل اللاعبين النهاردة أنا امبارح طبعا أنا اتكلمت مع حضراتكم على طبعا الناس خدت جزء من الكلام اللي أنا قايله بعد ما اللي يشجع النادي الأهلي خدوا جزء قال لك إيه إسلام بيقول إن التشيرت بتاع النادي الأهلي تقيل على اللعيبة لا أنا قلت تقيل على اللعيبة ليه في المباراة دي على الرجم من فيوتشر لمباراة بيرامدز مفيش فرق كبير ليه تلكل ثلاث أسباب السبب الأول حمل زيادة أو حمل قليل اللي هو تمرين زيادة أو تمرين قليل أو إجهاد عام لما لعب مية وخمسين مباراة في سنتين يعني خمسة وسبعين مباراة وتحديت الجميع على الهواء مباشرة إن حد يقول لي يا كابتل يا عم إسلام في اللعب الفلاني في النادي الفلاني في أي حتة في العالم لعب أكتر من ستين مباراة أو نادي لعب أكتر من مية وخمسين مباراة في السنتين دول ما بين الدولي والبطولات المحلية ده اللي أنا قلت مباراة لكن مفيش مشكلة أنا ليهمني جمهور الأهلي ووقفت جمهور النادي الأهلي مع اللاعبين ويهمني وجمهور الأهلي بس أقول أنا عارف إن جمهور الأهلي هو اللي فاهم اللي أنا بقوله لأن ده بيبقى إحساس جمهور النادي الأهلي إحساسه حاسس بلعبته زي ما قلت لحضراتكم أقسم بالله النهاردة التليفون ما بطلش اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش اللي معاني مريتي بيكلمني في التليفون ويقول لي قل للعالي معلول وقل للمحمد الشناوي لربعة دول تحديدا وقل للمجد قفشة وقل للمحمد شريف أنتوا هتكسبونا الماتش اللي جاي ولو ما كسبتوناش الماتش اللي جاي ما عندناش مشكلة هتظلوا نجوم في عيون الجميع رصدكو يسمح أقسم بالله هذا حصل طول النهار النهاردة من الساعة أنا صاحي بص حضراتكو أنا صاحي من تسعة الصبح هذا هو الفارق الكبير ما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور آخر علي معلول يبص في الأرض زعلان ومتدايق ماشي لأن أنا عارف أن الماتش الجاي ده يعني من جوه اللي عابين أنا ما بقولش مين يكسب اللي يكسب يكسب دي حاجة بتاعت ربنا ولكن أنا بقول القتال جوه الملعب هو ده الأساس اللي بنشتغل عليه كنادي أهلي هو ده الأساس اللي بنلعب عليه طول ما أنت بتشتغل كويس جوه الملعب ربنا بيديك وبيديك من واسع عشان كده بطولات النادي الأهلي 42 عشان أكتر نادي بيكتهت في العالم أكتر نادي عنده مجلس إدارة عارفه وعايز إيه الفترة دي كمية إشاعات وكمية أمور مغلوطة بتحصل مش عايز أقول لحضراتكم أنا مش عايز أخش واتفرع لهذه الأمور لأنه في النهاية احنا عندنا مجلس إدارة قوي برئاس كابتن محمود الخطيب هذا الأسطورة رجل أسطورة كبيرة جدا جدا في عالم كرة القدم وفي عالم الإدارة ومعه مجلس إدارة أستاذ العمري العمري فاروق ناقب رئيس النادي أستاذ خالد مرتاجي أمين صندوق النادي وكل أعضاء مجلس الإدارة كلهم على قلب رجل واحد كل بينتظر وحيوقف وراء الفرق هو ده النادي الأهلي هو ده اللي تعلمناه في النادي الأهلي وبعدين آخر الموسم لكل حدث حديث نقدر بنتكلم ساعتها ولكن علي مهلول يبص في الأرض ويبقى زعلان كده لا 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 مش أنت يا علي كل جمهور النادي الأهلي ينتظر علي معلول يوم الخميس القادم كل جمهور النادي الأهلي ينتظر محمد الشناوي ومن الخميس القادم كل يلعب يلعب بالمناسبة أنا ما عنديش مشكلة لكن دورهم ككبار في الفرقة دور محمد مجدي أفشا دور محمد شريف دور وليد سليمان دور عمر السلية دور حمدي فتحي دور ياسر إبراهيم دور بدر بالون دور محمد عبد المنعم دور آيمن أشرف محمد هاني لو هيبقى موجود أو كريم فؤاد الناحية التانية قول زي ما انت عايز تقول قول كلهم أبطال كلهم لعبة جابت لنا بطلط كتيرة جدا اللي عايز يقول بطبل بطبل اللي عايز يقول أي حاجة يقولها لكن هذه هي الحقيقة الحقيقة بالأرقام عايز تكتزئ كلام اكتزئه لكن جمهور الناد الأهلي واعي للي انت عايز تعمله وواعي للي انتو بتعمله لأنه احنا عندنا فريق قوي جدا وزي ما حضراتكو قلته على هذا الفريق أو زعلنين من بعض اللاعبين في هذا الفريق في المباراة بيرامد ان احنا اتغلبنا انتظروا يوم الخميس القادم انا معرفش اين اللي ممكن يحصل وما اتكلمتش مع حد لكن انا متأكد ان يوم الخميس القادم اوعى يا علي تبص في الارض اوعى فيش لعيب اهلاوي في الدنيا يبص في الارض نزعلنا منك شوية عادي ايه المشكلة زي ما قلت مبارح جمهور زي ما بيزعل زي ما بيطلع السماء ركز ويوم الخميس اللي جاي يبقى احلى مباراة في تاريخ علي معلول كل اللي انتو عايزين تقولوا قولوا النهاردة علي معلول ده رجل البطولات في النادي الاهلي او واحد من رجال البطولات في النادي الاهلي عملتلك تقريد علي بمخصوص ليك عشان خطر جمهور الاهلي وعشان خطرك لانك تستحق هذا الحب الجارف من جمهور النادي الاهلي خلينا نطلع نشوف تقرير عن النجم علي معلول وماذا فعل علي معلول طوال فترة طويلة جدا والارقام لا تجذب ولا تتجمل ترجمة نانسي قنقر